بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثالث الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لحفظ صورة التكوير وذلك من الآية الخامسة والعشرين وحتى نهاية هذه الصورة المباركة بالآية التاسعة والعشرين ولكن كما تعودنا إخواني وأخواتي أن نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن الكريم أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء عند مسه لكتاب الله عز وجل ثانيا أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وأن يبسمل عند بدء الصورة كذلك من الآداب أن يرتل ويحسن صوته بالتلاوة أيضا من الآداب أن يتدبر ويفهم معاني الآيات التي يقرأها ويحفظها وهذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام عند تلاوته للقرآن الآن إخواني وأخواتي دعونا نراجع ما سبق أخذه وحفظه من هذه الصورة وذلك من الآية الأولى وحتى الآية الرابعة والعشرين سأقرأ الآيات وأنتم كرروا معي وفقكم الله حتى نتقن سويا المحفوظ السابق بحول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفغ المبين وما هو على الغيب بضنين بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن تلونا واستذكرنا المحفوظ السابق من هذه الصورة المباركة الآن بإذن الله نستكمل بقية هذه الصورة من الآية الخامسة والعشرين وحتى نهاية الصورة بالآية التاسعة والعشرين بحول الله عز وجل سأقرأ هذه الآيات وكرروا معي بارك الله فيكم حتى نتق سويا هذه الآيات بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن تلونا وكررنا سويا هذه الآيات المباركات دعونا الآن نستمع إليها من القارئ وهو يتلوها فكرروا مع القارئ بارك الله فيكم حتى تتقنوا المحفوظ بإذن الله تعالى وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استمعنا وإياكم إلى القارئ دعونا الآن نعود إلى الآيات ونتدارس وإياكم أبرز الأحكام التجويدية ففي قوله سبحانه وتعالى شيطان الرجيم تنوين أتى بعده حرف الرأ فما هو الحكم أحسنتم إدغام بغير غنة لأن الرأ من حروف الإدغام بغير غنة في قوله عز وجل ذكر للعالمين كذلك الحكم أحسنتم إدغام بغير غنة أما في قوله عز وجل إن هو هنا نون ساكنة وبعدها حرف الهاء فهذا الحكم أحسنتم إظهار النون إن هو إن هو إظهار النون في قوله لمن شاء نون ساكنة أتى بعدها حرف الشين فالحكم هنا أحسنتم إخفاء الحكم هنا إخفاء وأما المد في قوله شاء فهو مد أحسنتم متصل لاتصال المد والهمز في كلمة واحدة وحكمه وجوب المد بمقدار أربع حركات وتكرر هذا المد في قوله تشاءون كذلك مد متصل وفي قوله يشاء كذلك مد متصل في قوله عز وجل منكم نون ساكنة أتى بعدها حرف الكاف فهذا أحسنتم كذلك إخفاء في قوله منكم أن ميم ساكنة أتى بعدها حرف الهمز فهذا حكم الميم هنا أحسنتم الإظهار أما قوله عز وجل أن يستقيم نون ساكنة وبعدها حرف الياء فهذا أحسنتم إدغام بغنة إدغام بغنة وتكرر أيضا هذا الحكم في قوله أن يشاء إلا أن يشاء الله أما في قوله إلا أن نوع المد هنا أحسنتم مد منفصل لانفصال المد عن الهمز والمد المنفصل حكمه جواز أحسنتم المد جواز المد هذه أبرز الأحكام التجويدية في هذه الآيات وننتقل إلى معاني الكلمات فقوله عز وجل وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ يعني وَمَا هَذَا الْقُرْآنِ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الْمَطْرُودِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وقوله فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ يعني فَأَيْنَ تَذْهَبُ بِكُمْ عُقُولُكُمْ في التكذيب بالقرآن بعد هذه الحجج القاطعة إن هو إلا ذكر للعالمين أي أن هذا القرآن ما هو إلا موعظة من الله لجميع الناس وقوله عز وجل وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ يعني وَمَا تَشَاءُونَ الْاَسْتِقَامَةَ وَلَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ رَبُّ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ جَلَّ جَلَالُهُ إذن إخواني وأخواتي أشكر لكم هذه المشاركات وبهذا نكون قد انتهينا من حفظ صورة التكوير فأتمنى منكم مراجعة هذه الصورة دائما حتى لا تنسى بإذن الله ونلتقيكم بإذن الله تعالى في دروس قانمة وأنتم في أتم صحة وعافية نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته